فالإبل حيوانات عظيمة الخلق في معيشتها أسرار وفي خلقها إعجاز كبير ولها سلوكيات نادرة وطبائع غريبة قد لا تتوفر في أي مخلوق حي آخر أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر إليها والتفكر فيها وفي خلقها لأن ذلك يدل على عظمة خالقها سبحانه قال ربنا عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والإبل آية من آية خلق الله تعالى التي تستدعي التأمل والتفكر فيها وكانت معجزة لأحد الأنبياء الكرام وهو صالح عليه الصلاة والسلام وذكر ذبحها كشعيرة من شعائر الحج يتقرب الحجاج المؤمنون بذبحها إلى الله تعالى وهو لحم يحل أكله وفيه إبطال بدعة تحريم أهل الجاهلية أنواعا منها وهي البحيرة والسائبة وغيرها يستند العلماء المسلمون على جواز استخدام بول الإبل للتداوي أو العلاج وفوائدها فبول الإبل دواء نافع لبعض الأمراض وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشربه للتداوي في الحديث النبوي الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد مرهتم من عرينة وعكل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذريبة بطونهم وفي إسناده دفاع بن دغفل وعبد الحميد بن صيف ضعيفان ولكنه في الشواهد وبشواهده حسنه الشيخ الأرنأوت والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه والله أعلم وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع وهو أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ولست أعلم مخالفا في جواز التداوي بأبوال الإبل كما جاءت السنة قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعادة من هدي خير العباد قال وفي القصة دليل على التداوي والتطبيب وعلى طهارة بول مأكول اللحمة فإن التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة وقال قال صاحب القانون ابن سينة وأنفع الأبوال بول الجمال العربي وهو النجيب وقالت الدكتورة أحلام العوضي في بحثها عن الأمراض التي يمكن علاجها ببول الإبل من واقع التجربة قالت أبوال الإبل ناجعة في علاج الأمراض الجلدية كالسعفة أي التينية والدمامل والجروح التي تظهر في جسم الإنسان وشعره والقروح اليابسة والرطبة ولأبوال الإبل فائدة ثابتة في إطالة الشعر ولمعانه وتكثيفه كما أنه يزيل القشرة من الرأس وأيضا لأبوالها علاج ناجع لمرض الكبد الوبائي حتى لو وصل إلى المراحل المتأخرة والتي يعجز الطب عن علاجها وعن فوائد أبوال وألبان الإبل الصحية فهي كثيرة وهي معلومة عند المتقدمين من أهل العلم بالطب وقد أثبتتها الأبحاث العلمية الحديثة ومنها علاج أمراض الجلد فهو دواء ناجع وناجح للتخلص من بعض الأمراض الجلدية كالدمامل والسعفة والقروح التي تظهر على الجلد سواء كانت ناشفة أي جافة أو رطبة بالإضافة إلى علاج أي جروح قد تظهر في جسم الإنسان ومن فوائده العناية بالشعر إذ يمكن للسيدات استخدام بول الإبل لتفتيح لون الشعر وزيادة طوله كما أنه يمنح الشعر لمعاناً وصحة بل ويكثفه بالإضافة إلى فائدته العظيمة في التخلص من قشرة الرأس ومن فوائده علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي إذ إنه مفيد للوقاية من الاضطرابات الهضمية بأنواعها كافة وكذا علاج أمراض الكبد فيستخدم لعلاج التهاب الكبد وأورامه خاصة بالإضافة إلى استخدامه لعلاج تليف الكبد والتهاب الكبد الوبائي وهو كذلك مضاد حيوي يستفاد منه في علاج الحروق وحب الشباب والإكزيمة والحساسية دون أي آثار جانبية تضر بصحة الجسم ومن فوائده القضاء على بعض أنواع الخلايا السرطانية تم إجراء عدد من الدراسات المختلفة حول فاعلية بول وحليب الجمل في القدرة على القضاء على الخلايا السرطانية وقد أثبتت هذه الدراسات قدرة بول وحليب الجمل على القضاء على عدد من أنواع الخلايا السرطانية المختلفة كما أظهرت هذه الدراسات وجود عدة آليات مختلفة أدت إلى القضاء على الخلايا السرطانية عند استخدام بول وحليب الجمل في العلاج كما ذكر كثير من الباحثين أن لأبوال الإبل تأثيرا ملحوظا على مرضى التهابات الكبد الوبائية والجهاز الهضمي بشكل عام وأنواع من السرطان وأمراض أخرى إن بولى الإبل يعمل كمدر بطيء مقارنة بمادة الفيروس مايد ولكن لا يخل بملح البوتاسيوم والأملاح الأخرى التي تؤثر فيها المدرات الأخرى إذ إن بولى الإبل يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتينات كما أنه أثبت فاعلية ضد بعض أنواع البكتيريا والفيروسات إن بولى الإبل يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم كما يحتوي على زلال ومغنيسيوم إذ إن الإبل لا تشرب في فصل الصيف سوى أربع مرات فقط ومرة واحدة في الشتاء وهذا يجعلها تحتفظ بالماء في جسمها لاحتفاظه بمادة السوديوم إذ إن السوديوم يجعلها لا تدر البول كثيرا لأنه يرجع الماء إلى الجسم ولم يأتي نص في الشرع لا من كلام الله عز وجل ولا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب فرض إلزامي أن يشرب المسلم بول بعير عندما يمرض ليس هذا موجودا في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفهم أنه مستحب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهم من الموقف الذي حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته